في أحد مساجد العاصمة وبعد أن سلم الإمام من صلاة المغرب قام شاب أسمر البشرة ضخم الجسم لم يره أحد من قبل بالمسجد واستأذن من الإمام وأمسك مكبر الصوت واتجه بوجهه إلى المصلين ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبدأ يقرأ سورة الفاتحة آية آية حتى ختمها بلهجة تقترب من الأعجمية لولا أن السامع يعرف سورة الفاتحة لما فهم من كلام هذا الرجل حرفا واحدا وبعد أن أتم القراءة أغلق المايكروفون وتوجه إلى مؤخرة المسجد وصل النافلة ثم خرج كان الإمام ينظر إليه حتى أتم نافلته فتبعه وفي ذهنه مئات التساؤلات ما الذي دفع بهذا الشاب لفعل ما فعل لا صوت جميل ولا نطق سليم ولا تجويد ولا ترتيل وعندما لحق به الإمام سأله عن ذلك فكانت المفاجأة عندما رد الشاب قائلا أنا أمريكي ومسلم جديد أسلمت منذ يومين فقط وقد أصبح اسمي مصطفى وقد قرأت كتابا مترجما عن الإسلام وتبليغه للناس أعطاني إياه صديق المسلم فوجدت في الكتاب حديثا رائعا ساقني لفعل ما فعلت وهو حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وأنا أحفظ سبع آيات فبلغتها الليلة فالمسلم الحق هو الذي يبلغ دين الله وأنا عندما دخلت الإسلام تغيرت حياتي من أول لحظة من الشقاء إلى السعادة ومن الظلام إلى النور فكيف نحرم الإنسانية من هذا الخير العظيم وقد علمت أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا أمته لتقوم بتبليغ دعوة الإسلام وبهذه المهمة جعلنا الله خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سأله الإمام وكيف أسلمت؟ هل أحد من دعاة الإسلام دعاك أو تكلم معك؟ قال مصطفى تأثرت من شاب غير محافظ على الواجبات وهو الذي أهداني الكتاب وكان سببا في إسلامي لقد تعجبت منه فإنه مع تقصيره وارتكابه لبعض المعاصي كان داعيا لله وهذا لا يوجد في غير الإسلام فالمسلم المقصر مثل صديقي هذا ينسب الخطأ والتقصير لنفسه ويلوم نفسه ويثني على الإسلام ويمدح المتمسكين به ولا يرضى لأحد أن يسيئ للإسلام وأهله وقد رأيت كثيرا من الشباب الذين كنت أجلس معهم على المعاصي يقولون لي إن الدين الإسلامي دين عظيم ولكننا نحن الذين قصرنا في حق أنفسنا فتعجبت منهم على هذه الجرأة وهذه الصراحة المتناهية لأنني عندما كنت في النصرانية كنت وكل من معي ننسب الخطأ والتقصير للكنيسة والدين ونبرئ أنفسنا من النقص لكن المسلمين عكس ذلك تماما لقد تأثرت من هذا الموقف وكان هو السبب الكبير في تغيير ديانتي من النصرانية إلى الإسلام والحمد لله وزاد اقتناعي بالإسلام بعدما وجدته يصف ربنا بصفات عظيمة تليق بجلاله أحد فرد صمد منزه عن النقائص بينما كل الأديان تسيء في وصفه جل في علاء ابتسم الإمام واحتضن الشاب الأمريكي المسلم وقال له هذه رسالة منك غير مباشرة لكل مسلم صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى عالما أو متعلما صالحا أو طالحا ألا يحقر نفسه بسبب ذنوبه ويقصر في الدعوة إلى الله لقد كنت يا مصطفى دليلا على ذلك فقد أسلمت عن طريق شاب بعيد عن الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر